ولكن خليني بهاي الفقرة أقول أنه في ثلاث علامات تمت في هذا الزمن لم تحدث بأي فترة تاريخية في الماضي أولاً ازدياد المعرفة بحسب نبوة دانيال عن آخر الأيام تزداد المعرفة اليوم كمية المعلومات الموجودة عندنا من خلال التكنولوجيا الموجودة بين إدينا شيء مذهل في كل المجالات في كل يعني في الطب في الهندسة في أي مجال بتشوف أنه المعلومات عم تتكاثر وعم تزداد بشكل غير عادي ثم العلامة الثانية هي ازدياد الإثم مكتوب لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين فطبعاً كل التاريخ كان فيه إثم وخطية مثل سادوم وعمورة في شعوب الوثنية اللي كانت حتى بتقدم أولادها ذبائح للإله مولوك حتى اليونان والرومان عدد أو قسم كبير منهم كانوا عندهم الشزوز الجنسة اتجاع رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة ولكن فقط في هذا العصر أنه موضوع الخطية أصبحت تشريع قانوني كل هذه اللي احنا كنا نسمعها اللي كانت تحدث في الماضي ولكن اليوم عملوا لإلها قانون وقانون مش بس صاروا يعتبروها قانون كرهية أي واحد بيعترض على هذا الأمر من أجل هذا الكتاب يقول لكثرة الإثم تاثبرد محبة الكاثرين والعلامة الثالثة هي الكرازة ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى ثلاث علامات تمت في هذا العصر كلهم مع بعض ازدياد المعرفة ازدياد الإثم وازدياد الكرازة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة